اهلا وسهلا بيكو في اول رياكشن فيديو على قناة بوكيمونيان انا بروفاسور بيبعم والنهاردة بوكيمون بريزنتز قدمت لنا الحقيقة اخبار كتيرة جدا جدا حابيت اشاركها معاكو في فيديو يعني فيديو ممكن اكون عامله بسرعة شوية لان انا لازم انزل عندي مشوار مهمة جدا بس قلت لأ لازم اسجل الاول من غير من ضيع وقت بس قبل ما ننسى برضو لو عجبكم محتوى القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ويلا نشوف البوكيمون بريزنتز النهاردة قدمت لنا ايه طبعا يعني انا اقافل الصوت علشان الكابي رايت والحاجات دي ما يحصلش فيها مشكلة حنقدم بسرعة الاول طبعا تسوني كازا ايشي هارا سان الاول بدأ بمقدمة وبيشكرنا على ان احنا بندعم البوكيمون طبعا كفرانشايز ومع اول خبر كان بوكيمون جو قدمولنا خبر عن انضمام البوكيمون بتوع الاولا من بوكيمون سن وبوكيمون مون للشخصيات اللي بتقدر تمسكها في بوكيمون جو طبعا دي حاجة احنا مستنينها بقالها يعني وقت كتير انا شخصيا يعني كنت مستنيها احنا اراضي عندنا لولن فورمز زي فولبيكس سان سلاش ايجزاكيتور وما الى ذلك ولكن اول مرة يعلنوا رسميا عن انضمام البوكيمون اللي هما زي راولت ولتن وبابليو وتطوراتهم طبعا وبالاضافة الى ذلك دلوقتي تقدروا تمسكوا اولون ايجزاكيتور هتلاقوه لو فتحتوا اللعبة هتخشوا هتلاقوه موجود يعني متاح ان انتوا تمسكوه فده اول خبر معانا وبعدين تاني خبر عندنا بوكيمون ماسترز بتحتفل بمرور سنتين ونص على زهورها او على يعني وجودها على الموبايلات طبعا وبيقولون ان هما دلوقتي عندهم اكتر من 142 سينكبير او اللي هما يعني الكاركترز اللي تقدر تلعب معاهم وإلى ذلك بيقدموا 5000 جام هدية لو خلصت اظن فيه ميشن او حاجة بتعملها مع سيجنة سوت راد بلو او ليف ولما بتخلصها بتاخد 5000 جام طبعا فيه الكاركتر مي نزلة بثياب جديدة توب جديد مع لاتياس ولاتياس بتخلي السايكك تيرين شغال لما بتنزل الباتلفيل طبعا وفيه سكايلا مع تورنيدس ورايهان مع فلاي جون تمام فغير كده كمان لو دخلنا على الابليكيشن دلوقتي اللي منكم عنده بوكيمون ماسترز على التليفون يقدر يدخل وياخد 3000 جام ببلاش متاحة دلوقتي في بوكيمون ماسترز اي اكس احتفالا بيه عامين ونص طبعا الخبر اللي بعد كده كان يخص بوكيمون كافي ريميكس والخبر كان فيه انه اولا ظهور فيكتيني لأول مرة بالاضافة لكده فيه كمان جيميكس جديدة او يعني طرق لعب جديدة انا مش عارف جيميكس ممكن تعجمتها تكون ايه بس الاهم من ده فيه فرصة عالية جدا لظهور شايني بيبلاب وطبعا ببلبسور فيه منزلين له زي سكنز جديدة تقدر تفتحها عن طريق اللعب واظن ده كل حاجة فيما يخص بوكيمون كافي ريميكس بصراحة يعني مش حاجة مهمة قوي بالنسبة لي بعد كده فيه بوكيمون يونايت بعتذر بوكيمون يونايت طبعا هما بيحتفلوا باللعبة الحقيقة عاملة انجازات فضيعة يعني اظن احنا دلوقتي قربنا على 15 مليون دانلود يمكن عدد مهول جدا من الناس بتلعب اللعبة دي انا من ضمنهم فهما بيقولولنا طبعا انه فيه النهاردة تم اصدار نوع جديد من الباتلز حاجة اسمها فول فيوري باتلز دي انا لعبتها قبل البريزنس على طول ودي بتسمحلك انه كل التشارج تاكس بتاعتكو بيتم شحنها فورا بعد استخدامها ولكن ده مش متاح في كل الباتلز موجود بس في الكويك باتلز في الارينة نسيت اسمها ايه يا ربي مهم يعني هو في اارينة واحدة تقدر تلعب النظام النمط ده من الباتلز وبالاضافة الى ذلك في الستاندرد او في الكويك باتلز بامكانك تجرب اي بوكيمون من اللي على الشاشة دلوقتي حتى لو مشترتهمش في اللعبة ده ايفنت هما بوكيمون يونايت عاملينه مخصوص بسبب بوكيمون دي طبعا بيعلنوا عن ظهور هوبا هو اراد بقله في اللعبة كم يوم طبعا بوكيمون الحقيقة خارق يعني اللي ملعبش وبوكيمون يونايت ونفسه يجرب هوبا دلوقتي فرستك او فرستك يعني انصحكو بشدة وبالاضافة الى ذلك قالولنا انه في بوكيمون جديد حينضم لبوكيمون يونايت وهو ثانية واحدة دورالودون الحقيقة يعني اناونسمنت غير متوقعة خالص ولكن هي فعلا كانت رائعة جدا انا دورالودون واحمل بوكيمون الحلوين جدا في بوكيمون سورد ان شيلد ومتشوق ان انا اشوف ايه اللي هيحصل في يونايت بعد كده خبر سريع جدا لبوكيمون بريلين ديموند وشاينينج بيرل الحقيقة يعني الالعاب دي الناس الديفلوبرز بتاعها انا مش بحبوهم الكا انتو يعني مووتوا اللعبة بتاعتكو باديكو تاعتكو برقم من ذلك دلوقتي فيه يعني خبر عن استلام اوكس لتر اظن دلوقتي هو متاح واوكس لتر بيسمح لك انك تمسك شيمن في اللعبة فاللي منكم عنده بوكيمون بريلين ديموند وشاينينج بيرل يقدر من دلوقتي لحد يوم 27 مارس ان هو يستلم اوكس لتر ومنه هتقدر تمسك شيمن طبعا شيمن قبل ما نخش في الخبر اللي بعد كده لو أخدت شيمن لشخصية معينة في فلوروما تاون هتدي لك الجريسة دية فلاور واللي بيها تقدر تغير شيمن من اللاند فورم للسكاي فورم نخش بعد كده في خبر بتاع بوكيمون لجنز RCS لعبة لسه جديدة ولكن هم مطورين بوكيمون لجنز RCS اللي هم جيم فريك طبعا مش إلك المرة دي بيعلنوا عن ظاهرة غريبة بتخلي البوكيمون دولي يظهروا في Outbreaks واضح أنه يعني زي ما انتوا شفتوا زروة في مكان زي Obsidian Fieldlands ده مش مكان ظهور زروة الطبيعي وبالإضافة إلى ذلك تقدر تلعب باتلز ضد زي ما انتوا شايفين هنا أدمان وكان فيه برضو إنجو أزون وزي ما انتوا شايفين هنا دي أكتر حاجة ممتعة في الأوتبريكس الجديدة وهي إنه هتقدر تلاقي Mass Outbreaks من ألفا بوكيمون يعني معنى كده استياد الشايني ألفا بوكيمون هيكون أسهل بكتير جدا عن إن انت كل شوية بتخرج من المنطقة وترجع وإلا منكم بيلعب يعني بيحاولي Shiny Hunt هيفهم كلامي كويس ولكن من الواضح إنه هم هيقدموا أوتبريكس فيها ألفا بوكيمون متطورة كمان يعني مش بس ده جايب لك Voltorb ألفا أو كده لا ده جايب إلكترود هيسوين إلكترود وهيسوين زوروارك وويردير زي ما إحنا شفنا تقدر تمسكهم في الألفا فورم أو اللي هو الحجم الألفا اللي هو الحجم الكبير قوي وده تحديث بينزل على طول بعد متاح دلوقتي أظن يعني بالوقت اللي أنا هرفع فيه الفيديو هتلاقوا الحاجات دي متاحة كلها إن شاء الله الحقيقة اللقطة دي أنا مفهمتهاش قوي مثلا هل ده ريماتش مع أورجين بولكيا وأورجين ديالجا لازم ننزل التحديث علشان نلعبه ولكن أنا للأسف وقتي مش سامح لي إن أنا أشوف وبنوصل لآخر حاجة يا جماعة بعد التحديث بتاع آآ ليجند آرسيس بالمناسبة في آآ كود تقدروا تستخدمه أورجس أدفنشر لو دخلتوه على الميستري جيفتس هي يسمحلكوا تاخدو 30 من كل من ألترا بول جيجاتون بول و جات بول سوري حماسة واخداني قوي هنوصل مع بعض الاخر خبر ويعد هو اهم خبر ظهور اول فيديو لبوكيمون جان 9 او اللي هي الجيل التاسع من بوكيمون وطبعا انا ما توقعتش هما لما بدأوا التريلر ده لقيت شورتي او حد زي سيكيوريتي ماسك كشاف وبيدور قلت ياه ده اكيد 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 دي تاكتف بيكتشو الجديدة مثلا او حاجة ولكن هم خدعونا كلنا او خدعوني انا يعني خير خداع لما التريلر بيبدأ هو بوحب يتفحص جيم فريك المكتب بتاع جيم فريك طبعا اللي هم مطورين اللعب كلها بتاعت بوكيمون معادة او يعني اللعب اللي هي الاساسية اللي هي راد وبلو وبعد كده جولد وسيلفر وهكده ده مكتب جيم فريك زي ما انتو شايفين السيكيوريتي بيخش يتفحصوا بيلاقي حاجات تبع واضح ان دي حاجات كلها متعلقة باللعبة موضوع الساعة اللي بتقلب بالزمن وكده دي معرفش هل ليها دور في اللعبة الجديدة ولا لأ ولكن بنخش منها على جيم بلاي فوتج او يعني كات سين ممكن نقول هو طبعا كابين تحت فعالشمال فده معناه انه لسه طبعا اللعبة قيد التطوير جايب لك مناظر من كذا منطقة في اللعبة طبعا بدأنا بالبوكيمون اللي هم ستارلي وبعد كده هابيب وشفنا باتلل وسايداك وكومبي ودريفلون ومياوث مياوث طبعا الكانتو مياوث وبوكيمون كتير قوي 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 طبعا مش منهم اي حاجة جديدة لسه ولكن انا حابب ابص اقف وقفة سريعة قوي ان شاء الله يعني ممكن احتمال اعمل فيديو تدقيق اكتر على التريلر بتاع اللعبة الجديدة بعد بليسي بيظهر هنا سيفايبر اول مرة نشوف على سيفايبر العلامات بتاعت السكيلز بتاعته او الجلد بتاعه بالدقة الفظيعة دي في لعبة بوكيمون دي حاجة بصراحة ام حمساني برضو البوكيمون اللي بعد كده بيظهر فيه حاجة زي كده هو ماجنامايت برغم ان ماجنامايت عبارة عن كتلة معدن يعني ممكن ما يبانش فيها اي تفاصيل ولكن مع ذلك الطريقة اللي هم عاملينها بيها انا متحمس انا شايف ان دي بداية جامدة لوكاريو طبعا بيعمل اول سفير هنا المباني بصراحة بتفكرني بحاجات كتيرة من العاب سابقة احنا لعبناها بالذات المبنى بتاع المبنى ده تقريبا ممكن يكون البوكيمون ليج اعتقد بيفكرني قوي بويندن ستيديوم وبعد كده عندنا النفورة اللي فيها دريتيني بتفكرني بالفندق اللي احنا كنا بنشوفه في سان ومون والترا سان والترا مون وبعد كده في الميدان ده بيفكرني برضو بسيرتشاستر سيتي اللي انتوا سامعين مزكتها دلوقتي الميدان ده بيفكرني بحتة فيها تمام وبعد كده فيه برضو المشهد بتاع البيت بتاع الترينر بتاعنا معرفش بيفكرني شوية ببالت تاون هل هم قصدين ولا دي حاجة انا مباروين مثلا خدت بالي منها الوحدي ما عنديش فكرة انا حس ان دي اللعبة دي هتكون زي تجميعة او اخدين لقطات من اجيال من بوكيمون سابقة تم دمجها مع بعض في لعبة واحدة وده حاجة يعني فانس بوكيمون من زمان بيطلبوها انه يبقى فيه لعبة واحدة شاملة لكل ريجينز انا معرفش هل ده فعلا حاصل ولا لأ ولكن بتشوف هنا الكاركتر بتاعنا باللبس بتاعه طبعا طفل عنده عشر سنين كالعادة وفي قطه النينتندو سويتش وبنخرج من مشهد النينتندو سويتش في قوضة الكاركتر بتاعنا لتاني الراجل السيكيوريتي اللي دخل القوضة موضوع العنب برضو يا جماعة لو تاخدوا بالكو فيه طبق فيه عنب ونحي الشمال انا مش عارف هل دي ثمرة ولا ده زي يعني اللي هي عجلة القيادة بتاعة مركب ولا ايه بالزبط بس يعني واضح ان هي ثمرتين بيرمزوا الحاجة تمام اه طبعا احنا هنعرف اسامي اللعبة اه هي بوكيمون اه سكارلت وابوكيمون انا مفروض ابقى عارف بس قبل ما نكمل هنا فيه مشهد ليه التلاتة ستارترز بتاعنا طبعا جراس وفاير وواتر من الشمال اللي مين الجراس على هيئة قطة الفاير عامل زي ما يكون دايناصور صغير كده او مش دايناصور ممكن يكون برضو تمساح اه واخر حاجة طبعا بطة انا بصراحة بالنسبة لي ده الستارتر المفضل بتاعي ممكن في الكومنت ستسابلنا تعليق مين الستارتر المفضل ليكم في التلاتة قبل ما نعرف اساميهم قبل ما نعرف الابلتيز بتاعتهم قبل ما نعرف الستاتس كل حاجة احنا بس شفنا انا مصمم اخبط المايكروفون انا اسف شفنا بس شكل البوكيمون دول انا متحمس للبطة ده اكتر واحد عجبني جدا واسامي الالعاب بوكيمون سكارلت و بوكيمون فيولت زي ما انا كنت ناسي دلوقتي ودي تبقى بداية الجيل التاسع لبوكيمون على السويتش فالحقيقة انا عن نفسي في قمة التحامس ما اظنش ان التريلر في حاجة تاني طبعا هما بيعلنوا هنا عن اصدارها ان شاء الله هيكون في نهاية 2022 انا قبل البوكيمون بريزنتس ده وفي ناس من صحابي ممكن يصدقوا على الكلام ده كان عندي يقين ان احنا اخر السنة دي هيجلنا الجيل التاسع من بوكيمون برغم ان احنا لسه كان عندنا بوكيمون ليجنز ارسيس لسه نزلة في يناير ولكن كان عندي يقين ان احنا ان شاء الله في اخر 22 هيجلنا الجانيريشن الجديد او الجيل التاسع من بوكيمون بكده يبقى خلص تغطيتنا للبوكيمون بريزنتس بتاع النهاردة طبعا النهاردة بوكيمون دي كل سنة وانتوا طيبين اتمنى يكون الفيديو ده برغم ان هو معمول بشكل يعني مش حايز اقول مكاروت بس يعني انا مش محضر اي سكريبت مش محضر اي كلام في دماغي انا قلت افتح الفيديو وناخد خبر بخبر ايه لممكن نغطيه منه لو حابين تشوفوا فيديو في يعني ممكن نقول ايه تغطية اوسع وشاملة اكتر ليه التريلر بس بتاع بوكيمون سكارلت وفايلت ياريت تكتبوا لنا في الكومنتس الكلام ده والحد وشوفكم المرة الجاية انا كنت بروفاسور بيبعم اتمنى فيديو يكون عجبكو واشوفكم على خير ان شاء الله قريب سلام